اسمي جون أمبردونغا أنا وزير السياحة وأنا نائب رئيس منطقة آسيا إذن ترحاب كبير وحار بك سيدي نحن نعرف بأن سريلانكا تشهد نموا مضطردا بالسياحة وقطاع السياحة كيف تقيم النمو في قطاع السياحة؟ نحن وخلال بضعة الأعوام الماضية الكثير من السياحة زاروا سريلانكا قرابة المليون سائح في العام الماضي ونأمل زيادة هذا الرقم نحن نستثمر كثيرا في السياحة ما هي الأفكار والخطط التي لديكم من أجل الارتقاء بالسياحة في سريلانكا؟ إذن سريلانكا فيها تنوع كبير وهي بلد آمن ولدينا معظم الطعام الذي يود الناس الحصول عليه ولدينا أيضا الضيافة بالرقم من صغر حجمها إلا أن فيها تنوع حيوي كبير في سريلانكا كيف يمكنكم استغلال هذا من أجل تعزيز السياحة؟ نعم نحن دائما ما نبدل جهدنا من أجل حماية النعمة الطبيعة التي حضينا بها وهناك قوانين تم تنفيذها من أجل حماية والحفاظ على اهتماماتنا السياحية مصرحنا السياحية سريلانكا تشارك في المعرض السياحي المعقود هنا في لندن؟ ما الذي تعرضه وزارة السياحة لسياح وشركات السياحة؟ نحن مهتمون جدا بهذا المعرض وسريلانكا لدينا معلومات كبيرة تقدم هنا للمهنيين المحترفين العاملين في قطاع السياحة وأنا على سبيل المثال متواجد منذ الأمس واليوم وحتى الغد وأيا كان يريد أن يحصل على تفاصيل ومعلومات حول السياحة فأنا متاح لإجابة عن أسئلته الأبحاث أشارت إلى أن دول الشرق الأوسط من أهم الدول التي تنفق المال في السياحة فما هي خطتكم لإستخدام هذه السياحة الشرق الأوسطية؟ نعم إن سريلانكا بلد آمن ومن يود أن يأتي إلى سريلانكا أقول له بأن بلدنا آمنة وأيضا يمكنهم الحصول على كل ما يحتاجونه من طعام وضيافة كيف تتنافس سريلانكا مع الدول المجاورة؟ طبعا لديها نفس السماد أو متشابهة طبعا المنافسة شديدة جدا دول الشرق آسيا أيضا فيها وجهة مهمة وهناك تنافس ولكننا نبدل كل مفوس عنها ونحن قادرين على التنافس معهم عندما نأتي إلى إجراءات استصدار الفياز ما الأمور التي تعرضونها؟ نحن نقدم كل التشجيع لأول انقطاع السياحة عبر تسهيل الحصول على الفياز وأيضا تبسيط الإجراءات والسرعة كما أننا نضخ الكثير من المال كاستثمار في البؤون التحتية ما هي التحديات العديدة التي تواجهونها من أجل تعزيز السياحة؟ في بعض الأحيان تكون هناك كوارث طبيعية وطبعا نحن جزر في هذا المكان من العالم وبالتالي نشهد الكثير من الفيضانات وطبعا هناك نظواهر مؤقتة العام 2017 هو اليوم العالمي للسياحة والمستدامة فكيف تستطيعون الإفادة من هذا الأمر؟ السياحة التي نمارسها هي فرصة كبيرة للتعامل مع تحديات تنموية أولها وأهمها البطالة خلق فرص عمل جديدة وأيضا مساعدة أولئك الذين يقدمون الخدمات السياحية شكرا ساعدة الوزير على تحدثك لنا شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق انقشع هبار المعركة وبقي الدمار الموصل متى تعود الحدباء بل متى يعود المصلون إلى جامع النور الموصل تحديات ما بعد المعركة التغطية مستمرة على الجزيرة مباشرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة